وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 235 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 52 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط قرابة 19 طن إلى جانب ضبط قرابة 33 و30 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تم ضبط 297 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 85 قضية خبز ناقص للوزن و85 قضية خبز غير مطابق للمواصفات